عملت رؤية المملكة عشرين ثلاثين مرتكزات ومحاور أساسية رسمت ملامح مستقبل الوطن ليصبح أكثر ازدهارا ضمن مقدمة دول العالم يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج والسكن والترفية وتحقيقا لهذه الرؤية اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي يتضمن مئة مبادرة محتملة في أكثر من عشر قطاعات مختلفة برنامج التخصيص يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أربعين في المائة إلى خمسة وستين في المائة بحلول عام عشرين ثلاثين كما يهدف البرنامج إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين خمسة وثلاثين إلى أربعين مليار ريال بحلول عام عشرين عشرين أرقام ستعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بما فيه مصلحة الوطن والمواطن في حين سيؤدي البرنامج إلى فرض رقابة على مقدم الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات وفي مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر